بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى ليه صحفي وسلم من منصة مدرس العبير الأهلية يسعدنا نحن أسرة الرياضات بالمدرس أن نستكمل معا مراجعة مدر الرياضيات لمنصة المتابعة من خلال البصر مباشر للمنصة ودرسنا اليوم ويتحدث عن جداول الدوال جداول الجامعة والطرح ومن ده الجزء الأول للموضوع ده الجزء الأول للدرس جداول الدوال فكرة الدرس أن نستعمل عملتها الجامعة والطرح لأنشئ جدولا أو أكمله المفردات الدالة والتشبيه أو ممكن تشبيه بسيط جدا للدالة أنت رحت مع المدرسة مدينة الملاهي أو مدينة الألعاب الترفية في مدينة الملاهي في غرفة يسمى غرفة المرايا فيها مرايا مختلفة في مرايا تقف تخليك طويل في مرايا تخليك قصير مرايا تقف أمامها تخليك سمين مرايا تقف أمامها تخليك نحيف أخذ بناك الدلة مثل المرايا دي بتاخد الأصل وتديك صورة الصورة إما تكون أكبر أو تكون أصغر باستخدام العمليات الحسابين المختلفة اللي هي الجمع والطرح في حصتنا دي وحصة أخرى يكون الضرب والقسم استعد يبين الجدول المجاور المبالغ التي وفرتها أربع فتيات فإذا حصلت كل فتاة على خمس ريالات إضافة لما معها فكم يصبح المبلغ مع كل منهم هنا عندنا الجدول هيكون الجدول الدلة بتكون من ثلاثة عناصر المدخلة من وزلها بالرمز المثلث والمخرجة من وزلها بالرمز المربع والقعدة القعدة هي بتبقى المدخلة مع عملية موضوعنا هنا في حصتنا بتبقى جمع وطرح موضوع هنا أو حصتنا أو مضمون بتاعها في جمع العملية تكون إما جمع إما طرح هنا طبعا العملية تكون جمع المدخلة زائد خمسة تعالوا نشوفوا مع بعض كده حساب التوفير الاسم فوزية المبلغ معها خمسة وعشرين ريال نائلة معها تاتة وعشرين ريال شادية اثنين وعشرين ريال تمادر واحد وعشرين ريال طبعا كل واحدة هتاخد خمسة ريال إضافة لما معها يعتمد المبلغ الذي يصبح مع كل منهن على المبلغ الذي ستحصل عليه والعلاقة التي تعتمد فيها كمية 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 أخرى تسمى تسمى دالة تسمى دالة ويمكنك استعمال قاعدة الدالة لتصف العلاقة بين المدخلات والمخرجات هنا ده بشكل الدالة يعبرها ومصورينا زي الكاميرا أنا قلت طبعا زي المراية والكاميرا برضو بنتحكم فيها بالصورة ممكن الصورة تكون أكبر من الشخص تكون أصغر منه طبعا تنحو تصور أحيانا عشان تعمل جواز صفر تلاقي يقولك الجوازات تطلب مني صورة مأسة 4 سنتي في 6 سنتي يعني تتحط في كف يدك شوف أنت تتقول لك مثلا 130-140 سنتي الكاميرا خلتها 4 في 6 سنتي هذه زي الدالة برضو هو صور فعلا القاعدة بتاع الدالة زي الكاميرا المدخلة هنا برمز المسلس يبقى بدأ بعدد يسمى المدخلة اللي هو المسلس القاعدة بتاع الدالة لها الكاميرا أجر عملية أو أكثر على المدخلة تديني المخرجة لها بعبر عنها بالمربع العدد الجديد الذي ينتج يسمى المخرجة واضح؟ أيوة يمثل الرمز مثلس أو مربع عددا غير معلوم ويمكن استعمال الرمز المثلس لتمثيل المدخلة والرمز المربع لتمثيل المخرجة مثال من واقع إنشاء جدول دالة إزاي إنشاء جدول دالة نقود إنشاء جدول دالة لتجد مقدار النقود الذي مع كل فتاة بعد أن حصلت على خمسة ريالات إضافية يبقى هنا المدخلة كانت مع الفتيات الأولى معها خمسة وعشرين ريال الثانية ثلاثة وعشرين ريال الثالثة اثنين وعشرين ريال الرابعة واحد وعشرين ريال طبعا القاعدة هنا كل فتاة حصلت على خمسة ريالات إضافية بلقاعدة بتاعت المدخلة زائد خمسة لما نجمع خمسة وعشرين زائد خمسة الفتاة الأولى يعطينا ثلاثين بمعها ثلاثين ريال الفتاة الثانية عندها ثلاثة وعشرين لما طبع لها القاعدة بجمع على ثلاثة وعشرين خمسة يبقى كده الفتاة الثانية لديها ثمانية وعشرين ريال الثالثة كان لديها 22 وأضفنا اليوم 5 يبقى لديها الآن 27 ريال الرابعة الفتاة الرابعة لديها من قبل 21 ريال أضفنا اليوم 5 زاية 5 يبقى لديها الآن 26 ريال وهذا هو الجدول بعد إضافة الخمسة ريالات لكل فتاة مثال مواقع مال جدول دالة كيف أكمل جدول دالة العمر هتكلمني ناصر يقول يزيد عمر ناصر على عمر أخيه يبقى عمر ناصر يبقى ناصر أكبر من أخوه أخوه عمر على عمر أخيه عمر ناصر عمر أخيه ما قالش اسمه أخيه طبعا بيزيد بثلاث سنوات يوجد عمر ناصر عندما يكون عمر أخيه اثنين وثلاثة واربعة وخمس سنوات إذن هننشئ جدول عبارة عن المدخلات اثنين وثلاثة واربعة وخمسة والقاعدة هتكون زائد ثلاثة هنا نحو يبقى عندي هذه المدخلة اثنين في أول مدخلة لما زيد ثلاثة يأتديني أول مخرجة خمسة المدخلة الثانية ثلاثة ثلاث سنوات يبقى عمر ناصر هنا هيكون ست سنوات أربع أربع سنوات عمر أخو ناصر هيكون ناصر عمره سبع سنوات خمسة لما يكون عمره أخوه خمس سنوات يبقى عمر ناصر هيكون ثمان سنوات أيها يبقى القاعدة هي المدخلة زائد ثلاثة يبقى أضف أو أضف ثلاثة أبدأ بكل المدخلة واستعمل القاعدة لتجد كل مخرجة تمام أهي يبقى هنا القاعدة المدخلة زائد ثلاثة المدخلة على اثنين يبقى اثنين زائد ثلاثة يدhlيني المخرجة خمسة يبقى عمره ناصر لو كان أخوه أمره سنتين يبقى عمره خمس سنوات إذا كان عمره أخو ناصر ثلاث سنوات هضيف تلاتة يبقى عمر ناصر الان عندما يكون اخوه عمره اربع سنوات عمره ناصر سبع سنوات اذا كان عمره اخو ناصر خمس سنوات اضيف التلاتة يبقى عمره ناصر الان ثمان سنوات وهذا هو المطلوب تمام يبقى كده يمكنك ايضا استعمال الطرح لتكمل جدول دالة تذكر اهو لكي تتحقق من ساحة اجابتك اللي هي استعمل العملية العكسية ان انا اطرح ثلاثة يديني عمره اخو ناصر خمس سنوات اثنين ستة لو ناصر ستة سنوات اطرح ثلاثة يديني عمره اخوه ثلاث سنوات اذا كان عمره ناصر سبع سنوات اطرح ثلاثة يديني عمره اخوه اربع سنوات اذا كان عمره ناصر ثمان سنوات اطرح ثلاثة يبقى عمره اخوه اخو ناصر خمس سنوات مثال من واقع الحياة اكمال جدول دالة مقاعد يوجد في كل غرفة من غرف صفوف الصف الرابع مقعدان اضافيان يعني عدد الطلاب مثلا لو الطلاب في 20 طالب ادناي مقعدين اضافيين يبقى اكيد في 22 مقعد في 22 مقعدين اضافيين خاليين مش معلومش احد يبقى كده اضافيان اوجد عدد الطلاب في كل غرفة بناء على عدد المقعد ثم اطبق القاعد لتكمل جدول الدالة عشان اعرف عدد الطلاب من خلال المقعد لو عندي 20 مقعد يبقى الطلاب اطرح 2 من العشرين يعطيني 18 لو عندي ايوا هنا القاعدة هي مدخلة نقص 2 او اطرح 2 ابدأ بكل مدخلة واستعمل قاعدة لتجد كل مخرجة لها المربع اهو هنا المدخلة 20 مقعد عشان تعرف عدد الطلاب في الفصل الاول او رابع اول هنطرح 20 نقص 2 يعطيني 18 طالب رابع اول 18 طالب رابع تاني داخل الفصل 21 مقعد نطرح 2 من 21 يعطيني 19 اذا رابع تاني بها 19 طالب رابع ثالث 22 مقعد اطرح 2 يبقى 22 نقص 2 يبقى بيه الفصل الرابع الثالث 20 طالب الفصل رابع رابع 23 مقعد اطرح 2 يبقى في الفصل رابع رابع 21 طالب بسم الله والى اللقاء ان شاء الله في الجزء الثاني من درسنا اللي هو قداو الجمع وطن